تحذيرات متصاعدة في العراق بعد استهداف القوات الأمريكية لميليشيا الحجد في منطقة جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل جنوب بغداد ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحة بحسب مصادر أمنية وطبية بالتزام مع التوتر الحاصل في المنطقة وكالة رايترز نقلت عن مسؤول أمريكي قوله أن الولايات المتحدة نفذت ضربة في العراق الثلاثاء الماضي دفاعا عن النفس وذلك بعد نحو أسبوع للسهداف قاعدة عين الأسد التي تتمركز فيها قوات أمريكية لاتزامن توقيت الضربة العسكرية وسط توتر تشهده منطقة الشرق الأوسط نتيجة السبرار الحربي في غزة وتداعيتها التي تزايدت بعد عملية الاغتيال التي نفذتها إسرائيل في كل من إيران ولبنان ويبدو أن الجولة الثانية من محادثات حوار التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والعراق والتي اختتمت الأسبوع قبل الماضي وبحثت العلاقة الأمنية بين الطرفين لم تستطع إيقاف هجمات الميليشيات على المصالح الأمريكية في العراق ويؤشر عدد من المراقبين الأمنيين والسياسيين إلى أن هناك تطورات أمنية معسكرية سيشهدها العراق والمنطقة حيث تترقب الأوساط الحكومية والسياسية والشعبية في العراق تصعيدا محتملا للميليشيات المسلحة المقربة من إيران ضد الأهداف والمصالح الأمريكية في العراق والمنطقة وما التأهب الأمني في محيط قاعدتي عين الأسد وحرير إلا دليل على ذلك يأتي هذا وسط إقرار لجنة الأمن والدفاع النيابية بأن عودة الصراع والتصعيد ما بين الميليشيات وأمريكا خطر على العراق وله تداعيات على الاستقرار مشيرة إلى أن هذا الصراع سيضع الحكومة في موقف محرج داخليا وخارجيا بسبب تحول العراق إلى ساحة صراعا على المصالح ما بين أمريكا وإيران